السلام عليكم لعل ما دفعني تجهيز هذه الحلقة عن الكالسيوم هو كثرة من يترددون على العيادات وهم يتناولون أقراص الكالسيوم يعني بدون مبرر وبدون استشارة طبية الكثير يتناولون تلك الأقراص دون العلم بما قد تشكل ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم من خطورة كبيرة على كثير من الأعضاء أولها على القلب وعلى الأوعية الدموية وعلى العضلات في هذه الحلقة هنجيب على أربع أو خمس أسئلة ما هي أهمية الكالسيوم؟ خطورة زيادة الكالسيوم؟ لماذا ينقص الكالسيوم؟ ما هي الجرعة الموصى بها من الكالسيوم اليومية؟ وأين نجد الكالسيوم؟ يعني بأعتقد أسئلة جديرة بالاهتمام ولازم يعني اتعيرون الانتباه قليلاً في هذه الحلقة الضريفة والخفيفة وإن شاء الله ستكون مفيدة جداً الكالسيوم المخزون الاستراتيجي في أجسامنا موجود في العظام الخاص بالكالسيوم موجود أساساً في العظام وفي الأسنان وفي الدم طيب كتير من الناس بروح بفحص الكالسيوم قديش نسبة الكالسيوم؟ نسبة الكالسيوم لما بفحصوها عادة تتراوح من 8.5 إلى 10.5 ميلي جرام بير دي سي لتر هذه هي النسبة الطبيعية لكن السؤال الأول لماذا نحتاج الكالسيوم؟ على عكس ما يعرفه الكثيرون الكالسيوم مش بس للعظام صحيح هو مفيد جداً لصحة العظام ومفيد أكثر للعمر يعني للفئة العمرية من 9 سنوات إلى 17-18 سنة لأن هذه هي مرحلة النمو ومرحلة بناء الهيكل العظمي والعظام لو كان في خلل أو نقص في هذا المعدن المهم فإن النمو قد يتعطل وقد يتوقف في بعض الحالات يعني بعانوا كتير أهالي الأطفال عند نقص الكالسيوم بشكل كبير إذن هو مهم للعظام لصحة العظام ومهم أيضاً للقلب وللأوعية الدموية طيب شو دخل القلب وللأوعية الدموية؟ كل الأوعية الدموية بتحتوي على طبقة عضلية هذه الطبقة العضلية بشكل عام كل العضلات ومن ضمنها العضلات الملساء الموجودة في جدار الأوعية الدموية لو لا عنصر الكالسيوم أو معدن الكالسيوم لما انقبضت بالشكل السليم إذن هو مهم لانقباض تلك العضلات طيب والقلب هو القلب عضلة وهو لوحده عضلة العضلات في أجسامنا ثلاث أنواع عضلات هيكلية وعضلات ملساء اللي موجودة في الأوعية الدموية وفي جدار القناة الهضمية وفي الحالب ويعني موجودة في الحاجات الرقيقة داخل أجسامنا الأنابيب اللي هي الأوعية الدموية وعضلة القلب لوحدها أي خلل في الكالسيوم قد يتأثر القلب بهذا الخلل المعلومة الجديدة اليوم اللي بدي أحكي لكم عنها مش بس القلب وعضلته كمان كهربية القلب كتير من الناس بعانوا من خلل في نظم القلب الكهربائية بتصير عنده عدم انتظام أو في ضربات القلب أو خلل في ما يعرف بالرفة أو الا الاكسترا سيستول أو 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 لهذا الكالسيوم دور مهم جدا في كهربية القلب الأس إي نود هذه يعني أنا باللغة العربية هي بمثابة الخلية اللي بتعطي الشحنة الأولى لكهربائية القلب لو لا وجود الكالسيوم بشكل طبيعي لما عملت ولما كان دورها بشكل طبيعي إذن الكالسيوم مش بس مهم للعظام طب نيجي الآن لدوره في الأعصاب اليوم وجد نقص الكالسيوم له دور في الاكتئاب مش بس في الاكتئاب كمان له دور في نقص القدرات العقلية نقص التركيز وضعف الذاكرة مش بس هيك كتير من الناس بيشكوا من التنميل في الوجه التنميل في الوجه طبعا التنميل في الوجه أنا دائما بحذره بقول هو علامة ليست جيدة ليش بنخاف من أمور المركزية مثل الجلطات الدماغية وا وا لكن التنميل في الوجه إذا كان بسيطه عماله بيزيد افحص الكالسيوم إذن الكالسيوم مش بس مهم للعظام ولليونة العظام وهشاشة العظام رغم أهميته لكن له دور كبير مهم كتير من الستات بيجوا بيشكوا والله يا دكتور بيصير عندي تقلص عضلي بالذات في ربلة الساق أو في بطة الساق وهذه التقلصات عادة ما تحدث مع ساعات الفجر الأولى مع ساعات الصباح والإنسان بيكون نايم على طول بنقولهم إيش افحصوا الكالسيوم الكالسيوم مهم يعني إحنا ما بيستغني عنه معدن مهم لأمور كتيرة لكن ليس أولها العظام ولا آخرها القلب ولا الأوعية الدموية ولا العضلات يعني فوائده كثيرة جدا طب شو اللي بيخلي الكالسيوم ينقص في أجسامنا شوفوا أول شيء هو نقص الأغذية اللي بنتناولها وما أكثر الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم أنا ما بدي أعدلكم يعني الآن الأغذية وإن كانت يعني حأذكر بعض منها على رأسها مثلا السمسم غني جدا بالكالسيوم البيض فيه كالسيوم الحليب المدعم فيه كالسيوم الزبادي الألبان كلها فيها كالسيوم يعني منتجات السبانخ حتى فيه كالسيوم طب شو اللي بيخلي ينقص أول شيء نقص الأغذية اللي بنتناولها اللي بتحتوي على الكالسيوم تاني شيء نقص فيتامين دال مين اللي بيخلي الكالسيوم يمتص بيساعد على امتصاصه حتى إنه كثير من شركات الأدوية اللي بتنتج أقراص الكالسيوم بتنتج معاها في نفس قرص الكالسيوم بكون كمية بسيطة من فيتامين دال ليش؟ لأنه فيتامين دال هو الذي يعمل على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء إلى الدم طب مين اللي بيودي الكالسيوم من الدم للعظام فيتامين كي تو ومين اللي بيوديه من الدم إلى الجلد حتى يحمل جلد من أشعة الشمس ومن الأضرار الموجودة سواء من الشمس أو غيره هو فيتامين F فإحنا لازم نعرف الكالسيوم كيف دورته في الجسم كيف بيروح للعظام يعني بدون كي تو ما بيروح للعظام طيب مين اللي بنظم الكالسيوم اللي بنظمه الغدة الدرقية هرمون خاص بالغدة الدرقية اسمه هرمون الجار درقية وهذا الهرمون مش بس بنظم عمل الكالسيوم يعني هو صحيح إذا صار فيه هبوط في الكالسيوم في الدم بيسحب من العظم وبودي على الدم وهو اللي بيخلي الكلة كمان بقولها لو هذا ما تصرف الكالسيوم بزيادة وهو اللي بيحفز الكلة على تحفيز بقولها يا كلة اشتغل بزيادة وطلعيه للفورم النشط الشكل النشط من فيتامين دال إذن هادي كلها عوامل قد تساعد على نقص فيتامين دال من العوامل اللي بتساعد عفوا اللي بتساعد على نقص الكالسيوم احنا في فيتامين دا لانه فيتامين دا احنا كتير بنحكي عنه وفيتامين مهم جدا من العوامل اللي بتساعد على نقص الكالسيوم هو السن كتير من الستات بعد سن خمسين سنة يعني بعانوا من اضطراب في الهرمونات الهرمونات هادي بتعمل على ضعف نسبة الكالسيوم في الدم وبصير فيه سحب من العظام الى الدم وبالتالي بصير فيه هشاشة احيانا علشان هيك بنوصي الستات انهم دائما ياخدوا الكالسيوم لكن ياخدوه مش بعد السن هادي لا انا دائما بقول يا ريت الستات ركزوا في السن في الفترة من عشرين سنة الى خمسين سنة في الفترة هادي لازم ياخدوا الكالسيوم بشكل كويس حتى يكون فيه مخزون استراتيجي في العظام اذا بعض الادوية اللي بتساعد على نقص الكالسيوم هي ادوية الضغط مدرات البول هادي مهمة جدا كتير من المضادات الحيوية اللي بنستخدمها بتساعد في نقص الكالسيوم طيب شو الجرعة الان الموصى بها اذا نعرفنا انه ليش الكالسيوم بينقص شو الجرعة الموصى بها بالكالسيوم الجرعة الموصى بها هي دائما بركز على السن اللي قلنا عنه من 9 سنوات الى 18 سنة طيب هادي قلنا بيحتاج فيه الى الانسان الى يعني هو بكون طفل طبعا من 9 سنين الى 17-18 سنة الى 1200 ميلي جرام في اليوم لانها فترة نمو لكن بعد 19 سنة حتى 50 الف طيب بعد 70 سنة 1300 طيب اللي قبل 1300 ميلي جرام طيب اللي قبل 7 سنين او 6 سنين او 5 سنين بيحتاجوا نعم بيحتاجوا بيحتاجوا 700 ميلي جرام في اليوم طيب اللي قبل سنتين و 3 بيحتاجوا من 200 الى 300 ميلي جرام في اليوم شفتوا فوائد الكالسيوم طيب خطورة الكالسيوم وهذا اخر شيء بتدحك فيها انا اللي دفعني بعيد اللي دفعني لهذه الحلقة اليوم هو كثرة من يتناولون اقراص الكالسيوم الكالسيوم اللي بناخده عن طريق الغذاء عمره ما ضر انسان لكن المكملات اللي بناخدها قد تضر بشدة واول ضرر هو تراكم او ترسيب الكالسيوم في العضلات وبالتالي تيبس عضلي شديد وبل مش هيك كمان بزيد الترسيب الكالسيوم في الاوعية الدموية وقد يحدث ما يعرف به تصلب الشرايين تصلب الشرايين الناس اللي فهم ان الدهون هي اللي بتعمل تصلب الشرايين هذا كلام غير صحيح الكالسيوم اذا زاد وصار فيه فرط في الكالسيوم في الدم هو اللي بزيد قديش هو مفيد لكن الان بنحذر من خطورته اذا زاد عن حده الطبيعي للناس اللي بيتناولوا اقراص الكالسيوم بدون استشارة طبية هذه هي جريمة وماش بس كمان ضغط الدم ممكن يعلى والقلب ممكن يختل وظائفه وممكن الكلسيوم يساعد فيه تكوين ما يعرف بحصى الكلة وحصى المرارة كمان قلنا فيه تيبس العضلات الكالسيوم اضراره ممكن تكون شوية صعبة لو زاد عن الحد الطبيعي طيب احنا وقت ايش بنوصف الكالسيوم بنوصفه اذا كان فيه خلل رهيب خلل كبير طبعا لانه الاغذية اللي بنتناولها كلنا يوميا اغذية تحتوي على الكالسيوم البيض فيه كالسيوم زيت السمسم فيه كالسيوم السبانخ فيه كالسيوم الخضار الورقية معظمة حتى البرتقال الواحدة فيها 55 ميلي جرام كالسيوم البرتقال مش بس فيتامين سي كتير من البذور القرع فيها كالسيوم كتير من البذور والمكسرات تحتوي على الكالسيوم كتير من الوجبات الغذائية اللي بنكلها يوميا بتحتوي على الكالسيوم لا داعي لتناول المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الكالسيوم بدون استشارة الطبيب إذا عرفنا ليش بينقص الكالسيوم على طول من السهل طبعا لا قدر الله أي مشكلة في الكلا أو في الغدى الجاردرقية قد تكون سببا في حدوث نقص الكالسيوم هيك بنكون أجملنا الموضوع وعرفنا قديش بنحتاج كالسيوم وعرفنا إيش اللي بيأدي إلى نقص الكالسيوم وإيش أضرار الكالسيوم وإيش فوائده في نفس الوقت أدعوكم إلى أن لا تتناولوا أقراص الكالسيوم إلا باستشارة الطبيب وبعد معرفة سبب النقص لأنه سبب النقص قد يغنيك عن يعني علاج سبب النقص قد يغنيك عن أقراص الكالسيوم أتمنى لكم السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة